اشتركوا في القناة سيدة سودة لمجرد ادنها اسنت وعلى ذلك يجوز لكل رجل اسنت زوجته ان يطلقها ويتزوج باخرى راجئ شرح هذه القصة بالتفصيل يعني في واحد بعد سؤال بيقول هل الرسول كان عايز يطلق سودة عشان كبرت في السن وبناء على كده هل يجوز لكل راجل لو مراته كبرت يطلقها ويتجوز غيرها وخلينا نشوف الاجابة فقد نص غير واحد من اهل العلم على ان النبي اراد طلاق زوجته وام المؤمنين سودة رضي الله عنها لكنها اثرت البقاء مع النبي واعطت يومها لام المؤمنين عائشة يعني في اكتر من واحد من اهل العلم قالوا فعلا ان رسول الاسلام حب يطلق سودة لكن هي ما كانتش عايزة تطلق فعطت يومها لعائشة وعلشان طبعا الرسول ايه ما يطلقهاش خلينا نشوف ونكمل باقي الاجابة قال الكرطبية في تفسيره نقلا عن ابن ابي ماليكة ان سودة بنت زمع لما اسنت اراد النبي ان يطلقها فاثرت الكون معه فقالت له امسكني واجعل يومي لعائشة ففعل وماتت وهي من ازواجه يعني في تفسير الكرطبية بيأكد ان سودة قالت للرسول الاسلام امسكني واجعل يومي لعائشة علشان ما يطلقهاش بسبب انها اسنت يعني كبرت في السن وانا كمان عايزاكم تشوفوا معايا بصورة النساء 128 والاية قدامكم على الشاشة في تفسير الكرطب بيقول ايه السنية في هذه الاية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون ان الرجل اذا اخذ شباب امرأة واسنت لا ينبغي ان يتبدل بها قال ابن ابي ماليكة ان سودة بنت زمع لما اسنت اراد النبي ان يطلقها فاثرت الكون معه فقالت له امسكني واجعل يومي لعائشة ففعل صلى الله عليه وسلم وماتت وهي من ازواجه وهنا ايه رأيكم يعني في اللي انتو او اللي احنا شوفنا دلوقتي هل من الاخلاق ان الراجل يطلق امراته من اجل السبب اللي هي بس كبرت وهي لو مش عايزة تطلق تتنازل عن حقها وتدي ليلتها او ليلتها او يومها لدرتها ولو كملتوا التفسير هتلاقي وان كمان دي مش الحالة الوحيدة ان في واحدة اسمها بنت محمد ابن مسلمة برضو جزها تجوز عليها شابة واهملها وطلقها مرتين وكل مرة بيرجعها والمرة التانية لما رجعت قال لها ايه قال لها انشأتي تقرارتي على ماترين من الاثرة وانشأتي فرقتك يعني لو انت موافقة باللي احنا بنعمله ده ماشي لو انت عايزة كده اوكي لو انت مش عايزة كده ايه فارقي فامسكها على ذلك ولم يرى رافع عليه اسم يعني هو ما شفش ان هو كده عليه اسم مش مزنف في حاجة حين قرت عنده على الاثرة ونكمل الاجابة وبهذا استدل العلماء على جواز طلاق المرء زوجته اسكرها منها كبر او دمامة او نحو ذلك يعني الموقف ده العلماء خدوا منه واستدلوا ان المسلم ممكن يطلق مراته من اجل ان هي كبرت في السن او انه مثلا بيشوفها بشكلها وحش او دميمة كبرت يعني وشكلها تغير او بيقولك يعني هو ده يعني لو لم يستنبطوا منه كده فانا بسأل يعني هل ده فعلا حسن المعشرة وهل ده فعلا المساق الغاليز اللي انتو بتتكلموا عنه شركة حياتك تكبر تروح انت تطلقها وترميها او تخليها على مضد وايه وتجوز عليها وده جاء الشرعا مفوش اي اسم مفوش اي حاجة عيب عليك يعني لو انت عملت كده وحاليا نكمل الرجاء وفي البخاري ومسلم عنا عائشة رضي الله عنها ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكسر منها يريد ان يفارقها فتقول اجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الاية اللي احنا زي ما شوفنا كده صورة النساء من شوية يعني اي مسلمة خايفة من جوز هنشوز او اعراض وعايز يطلقها تعرض عليه الحلول علشان ما يطلقهاش تقول اجعلك من شأني في حل يعني خلاص ما لكش دعوة مني يعني ما عشرهاش خلاص مش مشكلة بس ايه تبقى في زمته وانا هنا مش بشوف يعني ان ده عدل ده حاجة ظلم وزل وقلت اصلا اصلا من الراجل ازاي الشرع بيديه الحق ده وبيكون غير آسم كمان وخلينا نكامل الاجابة وروا الكرطبي عن ابن ابي شيبة ان علينا رضي الله عنه سأله رجل عن هذه الاية فقال هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دبامتها او فقرها او كبرها او سوق خلقها وتكره فراكه فان وضعت له من مهرها شيئا حل له ان يأخذ وان جعلت له من ايامها فلا حرج يعني في تفسير الكرطبي بيقول ان علي سأله رجل في الاية يعني واحد راح سأل علي في الاية اللي بتقول ان امرأة خفت من بعلاها نشوزا او اعراضا فعلي قال له دي المرأة للراجل بيكون شايف مرأته بيقيت وحشة بسبب دمامتها او فقرها او كبرها او سوق خلقها ونفس الوقت مش عايز تطلقها او هي مش عايزة يعني تطلق فتعمل ايه هي ممكن تتنازل لي عن حقها سواء تجعل يومها لستة تانية او ترضيه بالفلوس يعني تقوله خلاص خليني معاك وديك فلوس وكل ده مفوش حرج على المسلم عادي يعني هي ترضيه باي طريقة انه هي ايه تبقى على زميته ونكمل الايجابة قال ابن العربي في ايات الاحكام عند ذكر الاية السابقة وفيها رد على الران الذي يرون الرجل اذ اخذ المرأة واسنت لا ينبغي له ان يتبدل بها فالحمد لله الذي رفع حرجا وجعل منها زي الضيقة مخرجا والله اعلم وانا هنا بقول لكم يعني ايه رأيكم اللي يفكر ان لو راجل اخذت ست وكبرت وهي معاي يعني كبروا مع بعض بيقول كده لا ينبغي ان يتبدل بها ده في الاسلام بيسمى ارعان يعني لو فيه واحد قال لا دي مراتي اللي عاشت معاي على الحلوة والمرة لا ما طلقهاش عشان هي كبرت ده كده بيسموه ارعان لا انت من حقك كمسلم يعني خليها عادي تمشي فاي راجل مراته تجبر في السنة على اساس ان هو كمان يعني برضو صغير ما كبرش يرميها او يتجوز عليها او يخليها كده مركونة في بيتها وهو يتجوز واحدة تانية وكل الايام بتكون للستة التانية وهو كده ايه غير قاسم وانا عايزك تتصور ان الموضوع ده يحصل في بيتك يعني انت تشوف باباك بيعمل كده في ممتك واللي بيشرع كده هو الاله نفسه هل انتوا تفتكروا ان شرع ربنا وانه يكون غير قاسم لو عمل كده في ممتك وانه هو يرميها ويروح لوحدة صغيرة وانه ده يكون شرع ربنا انه ده فعلا تشريع من عند الاله الحقيقي واسوى حسنة بالرسول انه عمل كده مع سودا والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة